عندما يتأخر الحسم من أهل الحسم يعني لما نقبط المعنة التمثيلية تعقد اجتماع مع نقابة الصحفيين ويقولوا حنعود علشان نعمل تنظيم للعملية في تصوير الجنازات والعزاءات ثم ينتهي الموضوع كانت حيصة وعدت وحتى هذه اللحظة لم يزدل من الجهتين أي شيء اللي بيدفع التمن في ده الصحفيين اللي بجد اللي هي وظيفتهم التغطية من حقهم التغطية قصاد البابرازي والبلوجارز والمش عارف فلوانسارز والمسكين موبايلات ودخلين النهاردة وزارة الأواف قالت لك لا ما بديهاش بقى أنا اللي حاخد لكم القرار أعلنت وزارة الأوقاف قرارها بمنع تصوير الجنازات داخل المساجد أو أثناء خروجها من المسجد بعد الصلاة عليه عشان ايه؟ قالت نين هي أي تجاوزات بتحصل في جنازات الفنانين والشخصيات العامة وعلى الجميع مراعاة ذلك مراعاة لحرمة المسجد وحرمة الميت ومشاعر أهله طيب كويس كتر خيركم هتعرفوا منيني وانا داخل بموبايل معهم اللي بيصوروا واللي بيعملوا الأزمة واللي بيروحوا للمشاهير والنجوم أغلبهم الصحفيين أغلبهم ناس داخل بموبايل انت هتمنع اللي بكاميرا مرخص ليه لأنك لم تحدد له مكانا للتصوير ليوطق لحظة ستبقى للزمن وللتاريخ فيبقى هو ممنوع من الشغل لأنه شايل كاميرا وواضح ومعاك رنين نقابة هتسويه بواحد انت مش هتسويه انت هتمنع الرسمي وهتسمح للدخلاء اللي بيشيئوا للمهنة بينهم اللي يدخلهم عشان كده أنا أناشر النقابتين نقابة الصحفيين ونقابة المهنة التمثلية أن تعاود الاجتماع وتقرر وتصدر بيان مشترك يحدد إيه هي الضوابطة اللي ستتم لحماية مشاعر الناس في تصوير الجنازات والعزاءات